موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا الأسبوعي المتجدد علامات الساعة من منظور عصري نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم على هاتف البرنامج فحياكم الله أيها الأخوة الأخوات في الحلقة الماضية تكلمنا مقدمة عن طغيان النساء وفسق الشباب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا حديث وبينا بعض علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نعيد الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم وهذا التركيز على هنا في هذا الحديث ترك الجهاد محاربة الجهاد ألا يكون للجهاد وجود قال وإن ذلك لكائن يا رسول الله يعني يستغرب الصحابة قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قال وما أشد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر وإحنا في عندنا حلقة عن الأمر بالمعروف أنه عن المنكر قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون يعني أشد من ترك الأمر بالمعروف أنهي عن المنكر قالوا وكيف؟ قال كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا فقالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قال وما أشد منه يا رسول الله قال تالله تعالى بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران اختلاط مصائب مشاكل الإنسان لا يعرف ماذا يحصل أمامه هل هو على الحق أم هو على الباطل لكن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنى وفي الآخرة المؤمن الذي عاش مع الله عز وجل الله عز وجل يثبته ولذلك هذه الفتن لأناس ليس عندهم الإيمان الحقيقي ليس عندهم الإيمان الكامل تختلط عليهم الأمور انظر أيها الإقوة إلى حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وبينا في الحلقة الماضية ما معنى الطغيان ما معنى تجاوز الحدود وفسق فتيانكم الفسق المعاصي كثرة المعاصي قالوا يا رسول الله إن هذا لكان قال نعم وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رأيتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا يا رسول الله إن هذا لكان قال وأشد منه كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا إذن العقليات تتغير تغير كامل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالناس بلا طغيان النساء ليت شعري هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أمتي بعد حين تتبختر رجالهم وتمرح نساؤهم لاحظ الحديد المشي مشي التبختر للرجال للشباب ماشي على الأرض كأنه الطاوس ماشي على الأرض كأنه ملك من الملوك ماشي على الأرض كأنه ملياردير ماشي على الأرض كأنه يعتقد أنه لن يموت كأنه لن يمرض كأنه إلى غير ذلك كيف بكم كيف أمتي بعد حين تتبختر رجالهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهان عن ذلك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن ذلك والقرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز التبختر إلا في حال الحرب الحرب رحم اللهم رأى أن أراهم من نفسه اليوم قوى أبو دجان سماكب رضي الله تعالى عنه في معركة أحد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيء بحقه أحجم الصحابة يعني بنتم يعرفوا شو الحق الآن للسيء فسأل أبو دجان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما حقه يا رسول الله قال أن تضرب به هام المشركين يعني رؤسهم حتى ينفلق ينفلق هام المشركين السيف من كثرة القتلى حتى يتحطم كما حصل مع سيدنا خالد بن الوليد في معركة مؤتة عندما قال والله لقد تكسر في يدي سبعة أسياف فما استقام في يدي إلا صفيحة يمانية من كثرة ما قتل من الروم في مؤتة في هنا في معركة في الأردن فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ فأخذها وربط عصابة حمراء على رأسه وهذه العصابة الحمراء يعني بمعنى الدلال أن أنا داخل المعركة من أجل الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشي يكرهها الله إلا في مثل هذا الموقف التبختر بين الصفين حتى يظهر القوة الجلد أنه لا يهتم بالمشركين وإن كانوا أكثر عددا وعدة هذا الجائز وما عدا ذلك لا يجوز وتمرح نساؤهم المرح الغناء مرح الضحك مرح الضحك طبعا المقصود فيه الضحك عندما يزيد عن حد كل الشيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده الضحك بدون حياة الضحك بدون سبب الضحك لأتفه الأسباب الضحك تجمع عملية جمع الناس الكل يلتفت ما الذي حصل ما هو سبب الضحك وتمرح نساؤهم وليت شعري هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يصيرون صنفيني وفي رواي صفطيني يعني راح نتقسم إلى أصناف صنفين صنف مع صنف ضد صنف مع الله صنف مع الشيطان صنف مع الله ومع عباد الله عز وجل وصنف مع أعداء الله عز وجل صنفين صنفا ناصبين نحورهم في سبيل الله يعني جاهز الاستشهاد في سبيل الله بيشتغل بالليل وبنهار يقاتل أعداء الله لهذا الرجل الذي ينصب نحره في سبيل الله عز وجل لا ينام لا ينيم استعداد للقاء العدو أملا في دخول الجنة أملا في أن يحصل على الشهادة التي تقربه إلى الله عز وجل وصنفا عمالا لغير الله خوا عملاء يأتمرون بأمر اليهود يأتمرون بأمر الأمريكان يأتمرون بأمر الإنجليس يأتمرون بأمر الدول الاستعمارية صفر عشمال ليس لهم قيمة ليس لهم مكانة ليس لهم أي وجود لأن الرخيص رخيص الرخيص الذي يبيع دينه يبيع وطنه يبيع أمته بثمن بخس يستحقره أولئك القوم يعتبرونه تافه لا قيمة له يعتبرون ثمنه قليل وانظروا إلى ما يحصل من عملاء عندما هؤلاء العملاء يتخلى عنهم عندما تنتهي مهامهم ما هو ما هي قيمتهم عند أسيادهم الذين كانوا يعملون معهم عمالا لغير الله عز وجل أي يعملون لغير الله عز وجل أيها الأخوة الأخوات اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمة المطيطاء معنى المطيطاء هنا هذه المشية مشية التكبر مشية الرقص مشية ليست محترمة مشية فيها معنى التعالي إذا مشت أمة المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم ألم يخدموا هذه الأمة السبايا جواري كسرى وقيصر ألم تخدم أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة جدا استمرت مئات السنين سلط شرارها على خيارها الأشرار يتسلطون على خيار الأمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه إذا مشت أمة المطيطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم شديد يعني بمعنى البلاء الأمة بنصب على بعضها البعض بدنا الميز بين قضيتان أيها الأخوة الأخوات هناك بعض المسلمين السدج في عصرنا الحاضر يريدون ألا تقوم لنا صناعة بحجة بقول الحمد لله لقد سخر الله لنا الكفار ليخدموننا يصنعون لنا السيارة والطائرة والطريق وإلى غير ذلك وإحنا وظيفتنا نجلس على الأرض نشرب القهوة نشرب الشاي يعني عبارة هؤلاء سخروا لنا لكن حقيقة هؤلاء سخروا لسلب خيراتنا هؤلاء سخروا لسلب كل مقدرات الأمة سخروا ليبيعون بضاعتهم بأغلى الأسعار بعد أن يأخذوها المواد الخام من بلادنا بأبخس الأثمان انظر الآن يا أخوانا ما يحصل في قضية البترول وما يحصل في البترول لما الآن خلال أيام خسارة دول الخليج العربي 700 مليار دولار 700 مليار دولار اللي كان واضع ميزانيته على 115 دولار على سعر البترول الآن بتسعة وخمسين دولار بتسعة وخمسين دولار هل هؤلاء يريدون أن يخدموننا بالوقت المناسب يضربوننا أموالنا عندهم يستغلونها كيف ما شاء وبجرة قلم يحجرون علينا لأن الحجر لا يكون إلا على السفاء فيهجرون على أصحاب الأموال ولا يستطيعون أن يستخرجوا فلسا واحدا بلحظة من اللحظات فإذا عندنا الأصل أموال الأمة أن تستثمر في بلاد الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا أسبلت الشعور يعني اهتمين بيش؟ بالشعر الصالونات هذه الآن عندنا الصالونات في المستقبل راح تكون الآن عادتها أكثر من بيوت أكثر من المساجد صالونات النساء اللي بتروح على الوظيفة أسبلت الشعر اللي بتروح على دوامه نفس الطريقة الطفل الصغير إحنا الآن أصبح عندنا غسيل أدمغة حتى للأطفال كيف طريقة التسريحة كيف طريقة إسبال الشعر البنت كيف إسبال شعرها المرأة المتزوجة العجوس العجوس أصبحت حتى العجوس عندما بعض العجاز عندما تخرج من بيتها تخرج متزينة متعطرة إلى غير ذلك من الأمور فالنبي عليه وسلم قول إذا أسبلت الشعور ومشي بالتبختر يعني هالشعر ما شاء الله بوسائل وقسم كبير حتى كان عندنا العلماء زمان يتكلم عن شعر شعر البغاية ويصم عن السامع يعني لا يسمع قال الله تعالى فبي عز وجل فبي حلفت لأذعرن بعضهم بعضا يعني من ناحي التسليط بعضهم على بعض تخويف بعضهم من بعض قتل بعضهم لبعض إرهاب بعضهم لبعض حديث النبي عليه السلام وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق شبابكم وطغت نساؤكم وبعدين وكثر جحالكم الجحال الجهل يزداد قال وإن ذلك كائن يا رسول الله قال وأشد من ذلك سيكون أيها الأخوة الأخوات من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور التعري عند النساء أحاديث واضحة أحاديث بين عن النبي صلى الله عليه وسلم يصفها وكأنه يعيش بيننا الآن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه منذ 1436 عام يعيش بيننا الآن وهو يصف لنا وصفا دقيقا حال النساء وحال الرجال أزواج النساء آباء النساء آباء البنات طريقة الآن اللباس طريقة الذهاب إلى بيوت الله عز وجل الوسائل التي سيركبونها لإيصالهم إلى المساجد ونساؤهم كيف طبيعة النساء اللي موجودة نفس الطريقة هذه أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الأخوات اسمعوا إلى حديث النبي عليه السلام قال صنفاني من أهل النار لم أره ما بعد هنا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمة محمد أو من غير أمة محمد لكن عندنا راح نشوف الآن أحاديث حددها بأنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى مسلمين موحدين القرآن عندهم سنة النبي عندهم المساجد عندهم هذا تحديد تخصيص صنفاني الأخ فراس فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يارب جزيك الخير ويوسع عليه في الجنة والآخر جميعا إن شاء الله أبو فراس سأل جزاك الله خير اسم هذا الكتاب أي كتاب الدرس اللي تعطي منه في أي كتاب موجود والله هذا كتاب إلي اسمه علامات الساعة من منظور عصري لكن النسخ نفذت لأنه أنا أعطيته لجمعية المحافظة على القرآن وكان ريع لصالح جمعية القرآن محافظة على القرآن وإن شاء الله قريبا سيتم طباعته مع زيادات كثيرة بإذن الله تعالى يعني فيش منه بلا سواب لا الآن لا يوجد منه موجود في المكتبات بعض المكتبات موجود منه أي مكتب مثلا لا مكتبات الجامعة الأردنية جامعة اليرموك إلى غير ذلك ها الجامعات نعم نعم جزاك الله كل خير جميعا جميعا إن شاء الله أيها الإخوة الأخوات نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي بقول صنفاني من أهل النار يعني جماعتين لم أرهما بعد ما كانوا موجودين في زمن النبي عليه السلام كان ما فيش بلغة اليوم الترقي الرقي لأنه اليوم صاروا يسموا الفساد الرقي المحافظة صاروا يسموها تخلف صاروا يسموها رجعية لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس شوفوا كل دول العالم الشرطة الآن الهروات اللي موجودة الهروات الكهربائية اللي فيها شحنات كهربائية الهروات اللي بتكسر الأدين الهروات اللي بتكسر الروس الهروات اللي بتكسر الأقدام هذا موجود ما كان بزمن النبي عليه السلام ولاحظ التشبيه كأذناب مثل ذنب الثور كأذناب البقر شو وظيفت الهروات ليست لأعداء الله عز وجل إنما هي لعباد الله يضربون بها الناس ونساء وهذا المجال اللي بدنا ياه شو صفات النساء كاسيات معنى كاسية يعني لابسة لكن هذا اللباس لباس عري كاسيات عاريات اللي لابسه الآن فوق الركبة أليس هذا لباس عري التي تلبس ملابس شفافة أليس هذا لباس عري التي تلبس وصدرها الآن حتى النصف صدرها مكشوف أليس هذا لباس عري إذا كانت المرأة في الجاهلية عندما أنزل الله عز وجل القرآن بيقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إيش تبرج الجاهلية تبرج الجاهلية كانت المرأة تلبس على راسة تلبس لباس طويل لكنها تبين نحرها نحر الصدر فسماها القرآن جاهلية الأولى إذن إحنا الآن في جاهلية القرن ال21 جاهلية أعنف من جاهلية أبي جهل لقد كانوا يعيشون في جاهلية أبي جهل لكننا نعيش في جاهلية القرن ال21 جاهلية الدجال في عصر الدجال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء كاسيات طيب اللي بتلبس الملابس الضيقة أليس هذا هو لباس عري هذا قمة التعري هذا قمة الجريمة التي ترتكبها كثير من النساء من البنات في المدارس في الجامعات في الأسواق في غيرها تلق عاريات مميلات كلمة مميلات تيجي بمعنى مائلات مميلات بتمشي مشية التبختر اللي ذكرناها يعني هي ماشي بترقص يعني هي ماشي بأرض اشتدي ما عليك واحد قدي وفي مميلات مائلات يعني هي مائلة عن الحق مائلة عن الإسلام مائلة عن القرآن مائلة عن السنة مائلة عن الأخلاق مائلة عن القيم والتقاليد مميلات لغيرهن يعني بتجذب الإنسان إلى الحرام بترميه بجهنم ابترميه الآن ابتأخذوا من الآن بدل أن يذهب إلى المسجد بتدعيه إلى المراقص إلى النواد الليلية إلى أماكن الرذيلة إلى أماكن اللهو مميلات رؤوسهن كأسنمة البغت المائلة لا يدخل الجنة البغت المائلة هي كناية عن رفع الشعر إلى الأعلى يعني بترفع شعره إلى فوق لا يجدن لا يدخلن الجنة هذا حديث النبي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا انظر إلى رواي ثانية يقول النبي عليه السلام صنفان من أهل النار لا أراهما هناك لم أراهما هنا لا أراهما ما كانوا موجود نهائيا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أراهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسن كأسنمة البغت العجاف إلى آخر الحديث شوف رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل رواية تعطينا معنى معين صنفان من أمتي يعني هاي خاصة فينا بأمة محمد عليه السلام يعني مين اللي راح تلبس الآن اللي تخرج مائلة مميلة مين الناس الكاسيات العاريات بنات مسلمات اسمها فاطمة وعائشة وخديجة وإلى غير ذلك يعني أسماء من أسمائنا بنت مسلمة تربت في بيت مسلم لكن أحملها الأب الأم أحملتها لأنه في عندنا حالات كثيرة جدا أصبحت وظيفة الآباء والأمهات فقط مجرد الإطعام وليس التأذيب وليس التعليم وليس التهذيب وهذا راح ندفع ثمن غالي في المستقبل فهنا النبي عليه السلام بيقول من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات إلى آخر الحديث أيها الأخوة الأخوات اسمع إلى حديث آخر من أحاديث النبي عليه السلام استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فزعا مذعورا لما الواحد بيحلم حلم يعني غير جيد بيقوم بيقول لك الآن ثم ناشف غير قادر على الكلام أنا مش قادر أتكلم بيقوم الآن يرتجف فرائسه ترتعد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استيقظ رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة الأخ أبو صهيب تفضل الأخ أبو صهيب عليكم السلام الله يرحبك العافية يا هلا فيك الشيخ والله بيقول لك بيأس لك علامات ظهور المهدي وعلامات ظهور السفياني نعم شكرا علامات ظهور المهدي وعلامات ظهور السفياني طيب إن شاء الله شكرا في أي سؤال ثاني لا سلامتك شيخ الله يسأل الأختهم يجن الأختهم يجن أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أنا قبل تقريبا خمس سنين أحلمت بعلامات يوم الساعة الكبرى نعم أحلمت سيدنا عيسى عليه السلام وقف عباب المقدس بفجر نعم بس رأيته من خلفي يعني مش من وجهه من قدام نعم ورأيت قرن الداب بيخرج من الأرض نعم ورأيت كمان الشمسة من المغرب نعم وبعدها كمان بثات سنين أحلمت نفس الحلم نعم أه بس بدي أعرف يعني دلالة شو هاي الحلم إن شاء الله هي رؤية مش حلم لأنه إشي حقيقة شفته إن شاء الله خير إن شاء الله إن شاء الله شكرا يا دكتور الله أهلا الأخ بوصاي بالنسبة لعلامات السفياني السفياني بخرج بعد مجازر ومقاتل الأمر الأول اللي هي المجازر اللي بتكون على نهر الفرات وهي الآن المجازر على نهر الفرات تقوم لاحظ لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب وذكرناه فتكون عليه مقتل عظيم فيقتل من المئة تسعة وتسعين حتى يكون الرجل قيم على خمسين امرأة هذه المجازر لأنه بدي يظهر كنز سواء هل هو البترول أو هل هو ذهب وذكرناه في حلقة سابقة إنه كثير من الآن البعض بيقول لك تم تصوير حوض الفرات وجدوا فيه جبال من الذهب الخالص بعد ذلك اللي هو عنده السفياني قبل ما يظهر السفياني ستخرج عندنا تقوم دولة اسمها الدولة الشيعية الهاشمية هذه الدولة تمتد من إيران إلى العراق جنوب العراق إلى بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان وهي قامت الآن قائمة تقريبا يعني هذا الهلال الشيعي كما سسمى وبعد ذلك ستقوم طبعا ستكون مقتلة في العرب يسموهم الأمويين ورد في أحاديث هذه المجازر التي ستكون يقتل ولاحظ الآن القتل في العرب الأنبار القتل القتل في سوريا في العرب القتل في اليمن في العرب القتل في العرب يعني ستكون مجازر للعرب ولذلك ورد أحاديث عن النبي عليه السلام فيه تن تستنظف العرب بعد ذلك طبعا تقوم دولة بربري في شمال إفريقيا وهي لم تقم لغاية الآن تكون معارك بينهما فبعد ذلك يخرج السفياني من وادي اليابس وادي اليابس سواء الدكتور وليد العاني رحمه الله أحد علمائنا اللي توفى كان مدرس في جامعة الارموك وكان يشير إلى أنها ستكون في وادي اليابس اللي في الأردن طبعا في عندنا والد يابس آخر موجود في سوريا في شمال دمشق واحد في حمص لكن هو على ضوء الدراسات اللي قام فيها دراسات واقعية قال لك الآن غالبا سيكون من هنا في هذه المنطقة ويخرج من قرية اسمها المندرون طبعا هي غير موجودة الآن قد تكون كانت موجودة ودرست لم يبقى لها لأن شرق الأردن كان فيها عندنا أكثر من خمس تالاف تجمع وقرية شرق الأردن كان يعيش فيه أربعة عشر مليون في العصور الماضية الآن طبعا عندنا مع اللاجئين ومع اللي في موجود هنا من سوريا ومن كذا في عندنا أهدعش أهدعشر مليون وثمانمائة ألف يعني أطنعشر مليون هنا لما بيظهر السفياني يغزو البصرة طبعا بيقضي على الدول الشيعية الهاشمية قضاءا مبرما ويبعث بقوة إلى مدينة البصرة فيغزوها ويستبيحها وثم يبعث بعد ذلك جيش إلى الكعبة عندما يظهر المهدي ويبايع بين الركن والمقام وطبعا الأحاديث في المهدي أيها الأخوة الأخوات الأحاديث ليست متواترة تواتر لفظي لكنها متواترة تواتر معنوي وفيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نعم نعم طبعا هنا في هذا مسلمين موجودين سيكون عدد من المسلمين موجودين طبعا أيها الأخوة الأخوات هنا إلا العيسى عيسى لم يكن قد نزل هذه بتكون من علامات الساعة الكبرى فيبعث بجيش يغزو الكعبة وتكون إرادة الله عز وجل أن يخسف بالجيش بأول وآخره وهذه إن شاء الله راح أخصص مجموعة من الحلقات عن علامات الساعة عن السفياني وعن المهدي وعن الداب وإلى غير ذلك هذه بحاجة حقيقة إلى حلقات أما اللي هو السفياني غالبا بيكون بعد وجود مجازر تقوم بها الدولة الشيعية الهاشمية اللي هي الآن أنا أعتقد والله أعلم إحنا كلامنا تحليل كلامي قد يحتمل الصحة وقد يحتمل الخطأ إنه هذه الآن المجازر وحرق المساجد في العراق وتدمير المساجد وتهجير أهل السنة وحرق بيوتهم ونهب ممتلكاتهم أنا أعتقد أن هذه مقدمات من مقدمات خروج اللي هو السفياني الأختم يزن أول شيء إحنا عندنا ديننا لا يقوم على الرؤية الرؤية حقيقة تطمئن المؤمن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الرؤية ثلاثة رؤية من الرحمن ورؤية من الشيطان ورؤية مما يحدث الإنسان به نفسه إذن قد تكون الرؤية من الله عز وجل قد يرى المؤمن رؤية من علامات الساعة وهذه رح نتكلم من علامات الساعة صدق رؤية المؤمن أن تكون رؤية المؤمن صادقة مئي بالمئي لأن رؤية المؤمن جزء من النبوة رؤية المؤمن جزء رواية من ستة ثلاثين جزء من النبوة ورواية أربعين جزءا من أربعين جزءا من النبوة طبعا إحنا نسأل الله الرؤية كما ذكرت لا نستطيع أن نبني عليها أي حكم شرعي لكن فيها اطمئنان للشخص مثلا قد يرى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول له النبي عليه السلام كذا وكذا هذا بيكون خاص لهذا الشخص صح ليش أروح وقف أقول للناس يا جماعة النبي عليه السلام يقول لنا القيامة راح تقوم هذا لا يجوز إلي نهائيا فلذلك قد ترى الأخت أميزة أن رأت هذا الشيء رأت اللي هو عيسى بن عيسى والله سينزل إلى الأرض وذكرنا حديث النبي عليه السلام والذي نفسي بيده ليوشكن ابن مريم أن ينزل فيكم حكما مقصطا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يفيضن المال ولا تذهبن الشحناء والبخضاء إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الأخوات نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخ أبو أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله حياك الله شيخ أنا الحقيقة عمري 65 سنة يعني متى بدي أشعر أني أنا حر يعني وبيني وبيني اليهود حاجز يعني أنا قاربت أني أموت يعني متى بدي أتحرر متى بدي أشعر أني أنا حر يعني وقدر أني أواجه اليهود مثلا أني أنا يعني أنا بأشعر بالمهانة يا شيخ مع أني مسلم وأصلي في وقته وأزكي وها يعني هاي الأمور يعني أنا بتشعرني بقلق شديد نعم ما بيننا وبيني اليهود حاجز ما منقدر نحارف ما من والله منسلط علينا يعني أخذت شعوب الأرض يعني منشعرت يعني بالله شيخ إنك تنصحنا نصيح طيح إن شاء الله أخ أبو أحمد بعد الفاصل إن شاء الله أجيبك على هذا السؤال أيها الأخوة الأخوات إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية هو أول مركز في الأردن يحتوي على كل ما تتمناه من منتجات طبيعية تحت سقف واحد بإشراف فني متميز حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من أرقى المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار منافسة مركز الباسقات له دور تفقيفي وريادي في النشط المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية للجمهور فيما يتعلق بالطبيعة الباسقات رمز الطبيعة شفاء بدران آتف 5105683 شفاء profesional اشتركوا في القناة والمهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن تنحاز لقضايا الامة عبر المتابعة الاخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية السبيل سبيلك الى الحقيقة اشتركوا في القناة خدمتنا بعد البيع عمان شارع القدس مقابل المطبع الوطنية تليفون رقم 06-429-3151 شركة صبحي ابو غلوس الاولى في عالم السراميك والبورسلان مدارس الحصاد التربوي توسعة ومباني جديدة الاولى في توظيف الايباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية الاولى في تحفيظ القرآن الكريم الاولى على الوطن العربي في مصابقة الطريق الى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتيكس تميز في البرنامجين الوطني والدولي اي جي سي اس اي شارع المطار خلف جامعة البتراء هاتف 4358 اشتركوا في القناة ايها الاخوة والاخوات نعود الى موضوع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك نجيب الاخ ابو احمد الاخ ابو احمد يتكلم بمرار كونه بلغ من الكبر انه يعني يريد ان يفرح اولا انا اريد ان ابين سنة الله عز وجل في هذه الارض عندنا ياسر والد عمار بن ياسر وسمية اول شهيدة في الاسلام وزنيرة التي طعنها ابو جهل بعفتها ماتوا قبل ان يروا انتصار الاسلام ولكن لهم اجر الشهداء عند الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الصداء الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه لذلك انا اقسم بالله ان من طلب الشهادة وهو في عمان وهو في اي مكان في الاردن في اي مكان في العالم طلب الشهادة بصدق سيعطيه الله عز وجل مرتبة الشهداء وان مات باي مرض من الامراض وان مات في بيته على فراشه اذا احنا املنا بالله عز وجل كبير الامر الاخر عن جهية اليهود ستزول ايها الاخوة معركة حطين احنا عندما نتكلم بالتاريخ معركة حطين اللي الصليبيين عاتوا فساد في ارضنا في الاردن في فلسطين في سوريا ما خلوش منطقة من المناطق الا القدس سبعين الف انطاكية مئة الف اللي خاضت الخيل الى ركبيها بدماء المسلمين ومع ذلك في معركة حطين ثلاثين الف قتيل من الصليبيين وتم اسر ثلاثين الان الفلاح الفلاح كان يربط ثلاثين جندي صليبي بقتب دابتي يعني بذيل دابته كان ثمن الجلد الصليبي ثمن حذاء كندر يبيعه يصير عبد مقابل يحصل على حذاء فقط لا اقل ولا اكثر انا اقول الاخ ابو احمد انا اقسم بالله عز وجل ان دولة اليهود دولة المسخ ستزول ان شاء الله ستزول ان شاء الله وهم يعلمون ذلك وفي توراتهم موجود وفي كتبهم موجود اذا ان شاء الله ستزول باذن الله تعالى الاخ نضال الاخ نضال الو اتفضل السلام عليكم عليكم السلام بنحكي مع الشيخ بقربك اتفضل اتفضل بس ارفع صوتك شوي ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام يعطيك العافية دكتورنا الله يحييك والله نحبك بالله الله يحبك وبارك فيك الله يسلم بالله هذا يا شيخ انه موضوع مشيق فعلا نعم علامات الساعة بس ارفع صوتك يلي تشيخنا بس بالعلام الفاصلة بين العلامات الكبرى والصغرى العلام الفاصلة غالبا يعني ستكون اللي هو وجود السفياني السفياني نعم طب وبالنسبة لشيخ في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تقاتلون أنتم والروم عدوا من خلفكم نعم يلي تشيخ بسرنا هذا الحديث أولا هذا الحديث تقاتلون تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر نعم والهدنة كانت يعني فيما مضى طيب الآن اللي غزوا العراق لما غزوا العراق مين اللي غزى العراق أليس الروم مع العرب صحيح الآن على مستوى اللي بيجيش العالم كله لقتال المجاهدين في أفغانستان وفي غير أفغانستان منهم أليس هم الآن الروم كلمة الروم تشمل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإستراليا وكل هذه الدول مع العرب مع المسلمين الآن هذه كلها موجودة حقيقة لذلك بعد ذلك مباشرة بعد هذه يقوم رجل والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الروم سينزلون في دابق الأعماق في منطقة قرب حلب نعم لذلك هذه أمور ستكون موجودة هذه القضية اللي موجودة بإذن الله لما بيرفع بيقوم رجل ويرفع الصليب فيتم دق الصليب وهناك تكون ملحمة كبرى جدا سنتكلم عنها إن شاء الله اللي هي اسمها الملحمة الكبرى في حلقات قادمة بإذن الله تعالى نعم الشيخنا بس بدا بولنا عليك إحنا فضل بس بالنسبة لأ ألوه نعم نعم هاي شيخنا بس بالنسبة للتحالف هذا اللي صار يعني ضد أهل السنة يعني التحالف هذا الجديد العرب والأمريكان يعني هذا هل هو مذكور من علامات الساعة لأنه نفسه تقاتلون أنتم ونروه وعدوهم من خلفكم الله يجب لأنه بشوف الحرب كل أهل السنة يعني بالجماعة نعم يعني هاي هاي الحوثيين باليمن يعني الحوثيين شيعة احتلوا اليمن كلها محطة أطلق عليهم طلقة أما احنا هل السنة هنا القتل فينا في سوريا في العراق في اليمن وينما تروحي يعني مش عارف يعني يعني يريد الشيخة وضعنا وحطولنا عليك الله يجزيك الخير بارك الله فيك إن شاء الله إن شاء الله أول شيء يا أخوانا احنا نبين كحكم شرعي أهل العراق اللي بيقاتل في العراق غالبيتهم المطلقة هم أبناء أهل السنة أبناء محافظة الأنبار السنة هؤلاء سنة هم أبناء العشائر العراقية هم يدافعون عن بلدهم عن وطنهم بدنا الميز بين قضيتين في قد يكون قضية أناس من الخارج أو غيرها لا أنا أتكلم عن أبناء السنة الذين يقاتلون يريدون الحصول على حقوقهم هؤلاء إن شاء الله مجاهدين بإذن الله تعالى الذين يريدون أن يتخلصوا من الظلم الواقع عليهم إن شاء الله هؤلاء مجاهدون إلى غير ذلك من الأمور إن شاء الله هذه في حلقات قادمة بإذن الله تعالى سنوضحها أيها الأخوة الأخوات انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي إحنا العصر اللي إحنا فيه الآن رجال شو صفات الرجال يركبون على سروج كأشباه الرحال يعني مثل الجمل كيف زمان كان الجمل لما نحط عليه الهودج هذا كناية عن السيارات الفارية المارسيدس أفخر أنواع السيارات رح يجي على باب الجامع بسيارة فاخرة شو الطبيعة ينزلون على أبواب المساجد طب هل المسجد أثر فيه؟ لا هل خطبة الجمعة أثرت في هذا الرجل؟ لا هل التعليم والمحطات الفضاء أثرت؟ لا شو طبيعته؟ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات هذا حديث النبي عليه السلام بيبين أن الرجال بتبطل تمول على النسوان يعني بمعنى ليس صاحب قرار اللي بتأمر المرأة اللي مفرع والمدرع داخل البيت هي المرأة المرأة هي اللي بدها يا بصير الرجل مش مائل إنها بنته تلبس على راسها مش مائل على زوج إنها تتستر لاحظ النبي عليه السلام بيقول كيف بدك تيجي على سيارة فارهة؟ لكن النساء اللي وراه لا حوله ولا قوته لا بلا غير قادر وهو يتحسر لأن طبيعة الرجل طبيعة الإنسان عنده غيرة لا يطيق هذا الشيء لكن مسلوب الإرادة مثل أنا بوصف هؤلاء مثل دولنا مسلوبة الإرادة مع العدو الأجنبي وكذلك هذا الرجل مسلوب الإرادة ممن يعني هو حتى مسؤول عنهم لكن غير صاحب قرار الأخ الأخ سيف؟ فضل أحييتك الله يحييك الله يزيد الخير على البرنامج هذا يا دكتور بارك الله فيك جميعا دكتور بالنسبة ليصبح الحليم حيران نعم يعني الأحداث البصير في سوريا وفي العراق يعني حتى الجماعة الإسلامية يقاتلوا بعضهم بعضا مش عارفين شو يعني حتى الناس العامية مش عارفين شو بصير يعني بيجيبوا بعض اليوم مشاهد على التلفزيونات هذا بقتع راس هذا هذا بقتل هذا هذا بسود هذا حتى العام مش عارف وحتى يعني حتى الناس اللي عندهم علم بتحير من القضية هاي من تبينينا شو يعني الحليم يصبح حيران وكذا بصير بالأحداث القضايا المسلمين الله يجزيك الخير إن شاء بارك الله خير دكتور بارك الله خير حقيقة يخونا حديث النبي عليه السلام الحليم حيرار أولا ما يحصل في سوريا نعم عندنا في مجموعات هناك كثير من المجموعات التي ربتها دول معينة يعني أجهزة أمنية ربوا مجموعات وبعثوهم إلى سوريا لعيثوا فسات أر سوريا سواء من أمريكا سواء من دول عربية سواء من دول أجنبية من أجل تشويه سورة الجهاد هذا الهدف تشويه سورة الجهاد هؤلاء أنا أتكلم قسم كبير ممن يقاتل إنما يقاتلون دفاعا عن حقوقهم عن أعراضهم عن أموالهم عن دورهم هؤلاء إحنا منقول الذي يدافع عن ماله وعرضه وبلده هذا إن شاء الله مجاهد الأخ أبو فرس السلام عليكم عليكم السلام الله يا ربي نور عليك ونور قلبك ووجهك جميعا إن شاء الله بالنفحة من نفحات نور وجهه الكريم آمين يا سيدي بدأت لك سؤال لماذا في الغرب بكتشفوا حجس علمي بكتشفوا حجس تاريخي بكتشفوا شغلات مفيدة للبشر إلا إحنا في الدول العربية والدول الإسلامية بكتشف لامرة بكتشف متفجرات بكتشف خلية إرهابية أمر ما أسمعنا في حجس تاريخ ولا في إشي اللي يفيد الأمة الإسلامية والعربية شو تسبب نعم إن شاء الله بإذن الله الله جزيك الخير إذن أخوانا منرجع الآن إلى قضية الأخ سيف الحليم حيران نعم في سوريا في مجموعات متآمرة مجموعات إلها أجندي مع دول أجنبي لكن الغالبية مجاهدون ولذلك إحنا ندعو للمجاهدين الذين يدافعون عن أموالهم عن أعراضهم عن ديرهم هؤلاء سواء كانوا في سوريا ولا في العراق أما في قسم أنا قناعتي لهم اتصالات بأجهزة معينة أمريكا بتشتغل وقد يكون بعض الناس يقومون بأعمال للإساءة إلى الإسلام لكن الغالبية المطلقة أنا أقول إنهم مجاهدون في سبيل الله عز وجل نجي للأخ اللي هو أبو فراس الغرب نعم حقيقة الغرب أبدع في الاكتشافات العلمية ونحن أبدعنا في دخول موسوعة جيتس في أكبر صاحن حمص في بطولنا بدل أن نفكر بعقولنا بدأنا نفكر ببطولنا بدل أن نصنع ولذلك أنا في بداية الحلقة لما أتكلم الخليج العربي خلال فترة محدودة الآن مبارح كانت خسائرهم سبعمائة مليار دولار هذه السبعمائة مليار لو تم استغلالها في بلاد المسلمين الآن دول الخليج العربي تفوق الصين على الأموال الموجودة صناعيا زراعيا تجاريا كان الآن تعتبر جنة جنة العالم على الأموال الموجودة في العراق وفي جزيرة العرب وفي ليبيا وفي إلى غير ذلك من الأمور لكن إحنا حقيقة نكتشف خلايا إرغبين عنهم إحنا أذكياء في هذا الأمر لأنه قسم كبير بيقفض عليها أموال ونحن عقيمين في إنتاج أو الصناعات لأن الاستعمار لا يريد لنا أن تقوم لنا قائمة لازم نضل خمائة عام أخرى جايات إحنا نعيش على فتاة هؤلاء وأنا بذكر الآن على مستوى السلطان عبد الحميد السلطان عبد الحميد العثماني رضي الله رحمه الله أنشأ خط سكة الحديد وصلها إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كلفت عشر ملايين ليرة ذهبية في ذلك الوقت لورانس العرب لورانس الإنجليزي الصليبي البريطاني اللي خرب البلاد والعباد دمر 13 كيلو متر فقط ومن ذلك الوقت لم يسمح للدول العربية إيصال 13 كيلو متر لأنه إذا وصلنا خط حديدي حجازي إحنا منستغني عن باصاتهم منستغني عن السيارات اللي بيصنحها ألمانيا وفرنسا وأمريكا ومنصير نستخدم القطارات السريعة اللي موجودة في كل دول العالم إلا عندنا في عالمنا العرب إحنا ممنوع علينا ممنوع مطلوب مننا أن يبقى عندنا ملايين السيارات حتى نرفض خزائن الدول الصليبية الغربية والشرقية على حد سواء بالأموال فلذلك نحن حقيقة مبدعون بالاستهلاك عقيمون في الصناعات رغم وجود عدد هائل من علماء الأمة اللي عندهم عقليات غير موجودة ولذلك في أمريكا واحدها عندنا أكثر من في بريطانيا 30 ألف طبيب 30 ألف طبيب عربي لموجودين في أعظم التخصصات هجروهم من بلاد المسلمين إلى غير ذلك نرجع أيها الأخوة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر عن طبيعة الرجال ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم سألوا سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتون أبواب مساجدهم مساجدهم يعني إليك مسجد بالصلي فيه الصلوات الخمس الأب بيصلي صلوات الخمس الزوج بيصلي صلوات الخمس لكن مش مائل لا على مرأة ولا على بنت البنت إذا ما تعفرتت ما بتتجوزش المرأة بتقوله وين انت عقلت ما احنا نحط رأسك بينها الروس ويقول يا قطع الروس شوف يقول نساؤهم كاسيات عاريات البلوزة ضيقة البنطلون اللي بجسم كل شيء اللباس الشفاف رؤوا على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات الله للعنها مش أنا الله عز وجل لو كانت وراءكم أم من الأمم لخدمهم كما خدمكم لساء الأمم قبلكم فقلت لأبي وما المياثر وما المياثر قال سروجا عظاما السرج زمان كان يطلق على إيش السرج كان يطلق على الفرس على الجمل السروج وذاك راح تمر علينا بعد إن شاء الله حلقة إذا ركبت ذوات الفروج السروج فارتاقبوا الساعة راح نفسر شو معنى السروج بإذن الله تعالى فهنا كناية عن الخيل كناية عن الإبل فيما مضى الآن هي كناية عن السيارات السيارات شبهوها بالسروج شبهوها بالهودج اللي كان يضع على اللي هو الجمل اسمعوا يا الأخوة الأخوات إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يظهر الشح والفحش ويؤتمن الخائن الخائن عميل الأمريكان عميل اليهود عميل ويخون الأمين الأمين بصير متهم مجرم إرهابي إنسان هذا بده يدمر البلد الأمين اللي بيحترق قلبه على بلده على وطنه على أمته على شعبه هذا بيصير خائن وتظهر ثياب لاحظ ظهور الثياب وتظهر ثياب تلبسها نساء شو طبيعة الثياب كاسيات عاريات مش لهون ويعلو التحوت الوعول اللي تحت أقدام الناس هم اللي بيصيروا بالواجهة الوعول اللي هم اللي كانوا في القمة بيصيروا تحت أقدام الناس الموازين بتتخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى سألوه قال وما الوعول قال أهل البيوت الغامضة التحوت أهل البيوت الغامضة منين إيجانا مش دارين تجد الآن بعض الناس اسأل الآن عن اسمه وين أبوه جده مش دارين منين أبوه ولا جده منين إيجا بالبرشوت الآن هيدول كثيرة جدا عندنا دول عربية شوفوا تصور كوهيل لما كان في سوريا يهودي من يهود من اليهود اللي راح أتعلم اللهجة السورية في الأرجنتين ورجع إلى سوريا وبدأ يهدي نساء المسؤولين الذهب الفضة المعاطب كل شيء كان عنده حتى آخر شيء كان وبدأ مسلموا رئاسة وزراء سوريا وهو يهودي أسموه أمين ثابت لذلك عندنا قسم كبير ندريش منين إيجا لكن هذا أيها الأخوة في حديث آخر عن النبي عليه السلام إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل أرجلهن الزنا وتهلك نساء هذه الأمم من قبل رؤوسهن المكياج وتكلمنا في حلقات سابقة قديش مندفع المكياج كم تنفق الدول العربية على المكياج خمسة عشر مليار دولار استهلاك العالم العربي سنويا خمسة عشر مليار منطلق فيهن صواريخ للفضاء منقدر ننتج فيهن أقمار صناعية بدل ما نظل تحت رحمة أمريكا وبريطانيا وغيرها خمسة عشر هذا للمكياج للزينة لأدوات الزينة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة والمشي بالأسواق والأفخاذ بادية الأفخاذ بادية ولا مش بادية في الشوارع اليوم طلعت حتى الشباب الحمد لله رب العالمين الشباب صار يطلع بالشرط برة النساء من زمان لكن اليوم بدأ إيش النساء يخرجن في الشوارع وأفخاذهن بادية الشباب يخرج والفخذ بادية في الشوارع وهذا دليل على أساس أن الحياة سيقل المروء أو الشهام ستقل القيم والأخلاق ستقل أيها الإخوة الأخوات إلى لقائنا القادم بإذن الله عز وجل نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة